وللمزيد من التفاصيل حول زيارة مهدي جمعة إلى فرنسا معي في السوديو السيد محمد فريخة الرئيس المدير العام لشركة سيفاكس للطيران أهلا ومرحبا بك سيد فريخة مرحبا بك أخ خالد بداية يعني برأيك لا أحد يمكن أن تحقق هذه الزيارة زيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى فرنسا أهدفها على الأقل من الجانب الاقتصادي بالنظر إلى الوضع أيضا الاقتصادي والمالي الصعب الذي تعيشه فرنسا بالنسبة للتونس كما تعرفوا فرنسا هي الشركة الاقتصادي الأول وفي علاقات معناها تاريخية بين تونس وفرنسا وكذلك العديد من الشركة الفرنسية موجودة في تونس وكذلك في جارية تونسية كبيرة في فرنسا وفي العديد من التونسيين الذين درسوا في فرنسا لهذا السبب معناها العلاقات معناها بين تونس وفرنسا هي علاقات معناها حميمة وعلاقات متبادلة معناها من ناحية الاقتصادية بالطبع في تونس و تونس بلد خرج من الثورة وفي العديد من المشاريع اللي يمكن انجازها في البنية التحتية في طرق السيارات في النقل الحديدي في الطيران أيضا وكذلك في الجانب التجاري وكذلك في جانب التكنولوجيا المعلومات وفرنسا الآن بالفعل فيها أزمة ولكن عندها انفتاح نحو تونس وعبر تونس عندها انفتاح نحو أفريقيا ونحو الشرق الأوسط بانجاز عديد من المشاريع ولكن المشاريع كما تعرف الحالة التمويلية في تونس صعبة ولذلك يسمى الاستثمار في تونس الاستثمار في هذه الديمقراطية الناشئة ونظن الآن العالم الغربي ما يعتقد لتونس كأول بلد ربيع عربي ستنجح فيه التجربة الديمقراطية والعالم الغربي هو مستعد للإستثمار الآن في تونس نعم سيد فرخة كما أشرت إلى ذلك الوضع المالي وتمويل هذه المشاريع من الجانب التونس يبقى صعبا خاصة أن احتياطات النقد الأجنبي في تونس تراجعت إلى ربما ما يكفل فقط 93 يوما مقارنة مع 102 يوم في الفترة نفسها من العام الماضياني كيف يمكن تمويل هذه المشاريع من الجانب التونس هل عبر القرود عبر الدين الخارجي أم ربما تنتظر تونس مساعدات وهبات مالية من أوروبا وأحسن حل تمويل يكون تمويل فرنسور كما يقولون معنا تمويل من المزود ولهذا المشاريع البنية التحتية اللي مشكون بها في تونس نظرا لي معناش الإمكانيات المادية للإستثمار مشكون عن طريق القرود الأجنبية ولكن قرود من المزود نفسه مع الضمان المزود وهذا معناه مش يخلق حركية في الاقتصاد الفرنسي لما تولي عنده معناه إمكانيات مشاريع في تونس وكذلك في البلدان المجاورة خاصة ليبيا وإفريقيا وكذلك الشرق الأوسط وإحنا في الرحلة العملية في الخليج تحدثنا كثير عن الشركة الثلاثية بين تونس وبلدان أوروبية كافية في فرنسا وبلدان من الخليج بالنسبة للمستوى الادخار من العملة الصعبة ثم حلول مش تعملها الحكومة باش نقص التوريد في العديد في بعض القطاعات باش تمكننا باش نصلوا لمستوى مقبول من ناحية الاستيراد نعم يعني مهدي جمع رئيس الحكومة التونسية يعني رئيس غير محزب لا ينتمي إلى تيار سياسي معين يقود هذه الحكومة منذ ربما خلال الأسهر القليلة الماضية فقط برأيك يعني ما هي القطاعات التي يتوجب عليها الآن وكان يتوجب عليه أن تكون ضمن أولوياته لتطوير الاقتصاد والدفع بعجلة الاقتصاد التونسي لما كان عليه قبل ثورة عام 2011 في الحقيقة معنا ولو هي حكومة مستقلة ولكن ثم العديد من التجذبات في تونس من الداخل وكذلك تقول بكل صراحة ثم التجذبات من الخارج وأخذ القرار يبدأ صعب لما رئيس الحكومة يسمع لجميع الأطراف يقع اختراحات في بعض الأحيان متناقضة وكعليش مش يجيه الحيوار الوطني الاقتصادي بيش يسهل عليه أخذ القرار ولكن نقول الآن حال الوقت بيش ناخذ القرارات اللازمة ويزم رئيس الحكومة بكل اقتناع شخصي ياخذ القرارات يزمنا ناخذها لينقاذ البلد من الناحية الاقتصادية نعم سيد محمد فريخة أنت رجل أعمال من كبار رجال الأعمال في تونس صاحب شركة سيفاكس سيفاكس للطيارات انتلقت هذه الشركة قبل عامين في خدم الثورة التونسية داخل هذه المرحلة السياسية والاقتصادية الانتقالية الآن تعمل على فتح خطوط جديدة نحو أمريكا نحو آسيا نحو إفريقيا أمريكا اللاتينية يعني كيف نفسر هذا النجاح في ظل هذه الأوضاع التي تحدثنا عنها قبل قليل الأوضاع الاقتصادية ومالية صعبة بالفعل هي الأوضاع صعيبة ولكن يزم العزيمة لما نشوف الأوضاع صعيبة في تونس صعبة من نجموش ناقف ونتفرجوا كتونسين يزمنا تكون عنا حلول عملية يزم تكون عنا الشجاع يزم تكون عنا الأقدام باش نمنعوا بلادنا لأن هذا مستقبل أطفن ومستقبل أجيال قادمة أول مرة في تاريخ تونس تجي الفرصة متاع الديمقراطية وأول مرة نجموا من بينه للعالم اللي نجموا في بلد إسلامي عربي نجموا نعملوا ديمقراطية بالفرصة هذه يزم العبد الكل تتجند وتعمل العمل معنا أكثر من منطقة متاعو باش نجموا نجحوا هذا اللي عملنا في سيفاكس ثم العزيمة ثم الرؤية وبعد الواحد بالعمل نجم ينجح في الوضع هذه الصعب ونتمنى لكم كامل أتوفيق شكرا جزيلا لك سيد محمد فريخ وذكر أنك الرئيس المدير العام بشركة سيفاكس لطيران شكرا جزيلا لك شكرا أخال شكرا